تمر اليوم ثلاثة أيام متتالية أوقات قرية سيد البوعل لا يترجعون عن قرار غلق مقر البلدية في ذل سكوت رئيسها وغلقه لباب الحوار سكان القرية رفعوا من مستوى الاحتجاج هذا بعد اهتراء الطريق الواحد الذي يربطهم بالمدينة لتنزلق أجزاء منهم مؤخرا وتشكل شللا تمن عجزهم عن قضاء مصالحهم عندنا مدة ثلاثيام من اللي رأنا هنا غلقين البلدية ما زال ما جعلنا تمسؤول طالب بتاعنا نحن بسيطة ما مكاج مكاج عندنا طريق ولمة شكل ما عندهم مش طريق ولمة ذوق في الزير كا عندهم طريق ولمة احنا ما عندنا والو المطلب بتاعنا حضر الوالي ولا كلجنة ممثلة من الولاية رئيس الدائرة طمأن من جهته القاطنة أن الأشغال ستنطلق عجلا لإكمال الشطر الثاني من هذا الطريق الطريق راهال عمالية مسجلة بالك اليوم ولا غد على أكثر تقدير جينة المقارنة على التشجيل فيها خمس ملاير وثلثمائة سانتين باش نكملوا الشطر الثاني ونرفعوا ليهم الغبن نهائيا فيما يخص الطريق هذا وقد تبشر الأيام القليلة القادمة باحتجاج مماثل حول أزمة الماء الشروب بنفس المنطقة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر